اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البداية ألف مبروك لمنتخب المغرب الشقيق اللي ترشح منذ لحظات على حساب المنتخب الكندي مثمين مقابل هدف واحد فرحة عارمة عشناها منذ لحظات قبل ما ندخلوا السيديو معلقى المنتخب العربي ترشح لطيف هنيو لشقها المغاربة منتخب عربي ومنتخب أفريقي وهو ترشح مستحق ومستحق جدا نظرات تطول الكبير اللي قاد تعرف فيه كرة قدم مغربية في سنوات الأخيرة مجموعة من الأسماء تلعب في أكبر البطولات الأوروبية فترشح مستحق وإن شاء الله يمشي أعلنت اليوم الترفيع في تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من تريبل سي إلى تريبل سي بوزيتيف مع أفاق إيجابية أكثر تفاصيل في هذا التقرير لريحة بحوات بعد سلسلة من التخفضات المتتالية قررت وكالة فيتش رايتنج الدولية للتصنيف الاقتماني رفع تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من سي 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 إلى سي 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 مع أفاق إيجابية البيانة لنشرته الوكالة على موقعها الرسمي يكشف أنه قرار الترقية كان مبني بالأساس على توصل تونس إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر الوكالة تقول أنه الاتفاق مع الصندوق سيمكن تونس من النفاذ إلى تمويلات الدائنين الرسميين وضبط وضعية المالية العمومية لكن تشير في المقابل إلى عدم يقينها من استمرار التزام تونس ببرنامج الإصلاحات وتشدد فيتش على أنه موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج هذا وامتثال تونس الجيد ليه سيدعم الوضع الاقتمامي التونسي بشكل أكبر نذكروا أنه فيتش خفضت في مارس الماضي تصنيف تونس السيادي من مرتبة موانبي إلى سي 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 بسبب تزايد مع خطر السيولة المالية والخارجية وتأخر الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي إناذيك علماً أن تونس مصنفة منذ 15 أكتوبر 2021 في مرتبة سي آآآ مع نظرة مستقبلية سلبية حسب وكلة التصنيف الأمريكية موديس اللي قررت في بداية أكتوبر المنقضي وضع التصنيف هذا قيد المراجعة في إشارة إلى إمكانية خطو خلينا نفهم أكثر الأخبار هذية فيتش رايتينغ ترفع الترقيم السيادي للتونس مع العالم مولي أنها اعتمدت على الاتفاق المبدئي مع الخبراء صندوق النقد الدولي ماذا يعني هذا التصنيف الجديد؟ شنية أهميته وشنية تدعيته؟ نحط التصنيف هذا ضمن أمام مجموعة من المتغيرات النجم نقف على مدى مصدقيته ومدى أهميته المتغير لو لا نساء هو مذكور في الرابورتاج يقول لك رأى التصنيف هذا بني على أساس الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي هذا ما يعني أن الفلسفة العامة متاع مؤسسات التصنيف الأتيماني هذه ستوندارداند بورس ثم موديس ثم فيتش اللي هي أقل مصداقية ضمن الثلاثة مؤسسات هذه في العالم أقل مصداقية رغم اللي يكونهم الثلاثة يسيطر تقريبا على 95% من الفلسفة العامة أو المنظومة العامة للتصنيفات الأتيمانية معناها راهي ما يشتخدم على المتغيرات متاع الموازنات أو التوازنات المالية التونسية وإنما تشتعل في علاقة بدور هذه المؤسسات المالية العالمية هذين يضع في مصداقيةها باعتبار أنه اليوم نحنا شنو دورها هي سيتانا جون ميدياتور وبين موديراتور بينشكون المستثمرين والدائنين والدول التي معناها تقترض المدانة من أجل إعطاء مؤشرات على مداء الضمانات أو همية الضمانات استرجاعية هذه الديون وخدمات الديون بحيث أنه لما يرتفع أو ترفيع في مستوى التصنيف تنخفض المخاطر والعكس بالعكس ولكن المؤشر الأساسي لهناء المتغير الأساسي مبني على اتفاق مبدئي ما زال ما هوش مضمون لو يتم التراجع على هذا الاتفاق كيفاش بيجي يكون ما قال هذا التصنيف معتا آخر تسمح لي معتا آخر اللي هو دور هذه المؤسسات التصنيفية هي تقليص ما يسمى بتباين المعلومات بين طرفين الطرف الذي يقترض والمستثمرين ولكن هنا تقليص هذه المعلومة ما هوش مبني على مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية في علاقة بتونس وإنما مبنية على حالة افتراضية قد لا تنجز لطفي أنا سؤالي على توقيت هذا التصنيف الجديد يقول قيل هو بنية على أساس الاتفاق المبدئي اللي عنده مدة ولي احنا منستنى وخلال أيام نرتقبه في الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي علش ما صار الشق بل قبل يعني دوب ما صار الاتفاق المبدئي مع العلم اللي احنا ثم خبراي يقول لك ممكن أن يصير هالاتفاق النهائي كما ممكن لا هو اللي لزمنا نعرفوه أنه بمجرد إعلان فيتشري تينك على التصنيف الجديد كانت له تداعيات مباشرة على السوق المالية في مخص سندات التنسية معناها توا آخر الأخبار بعد هذا التقرير مباشرة تقول اللي السندات التنسية اللي يصدرها البنك المركزي بالدولار قفزت حسب المنصة منصة التداول الإلكتروني هالي تريد ويب تقول أنه السندات التنسية قفزت بواحد فاصل خمسة سنت لكل دولار معناها وهذا يعتبر أنه سنداتنا بلغت معناها أعلى درجاتها منذ تصنيف فيفري واللي كانت تصنيفات معناها كارثية وشفنا أنه كل الجهات المنحين اللي عندهم سندات تنسية كانوا يسعاوا باش يتخلصوا منها بأبخص الأثمان يجي الترقيم هذية وترتفع وإن نسبيا قيمة هذه السندات لكن هذا مؤشر على عودة بعض ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد التونسي أيام قليلة قبل إمضاء الاتفاقية المرتقبة يبقى أنه كما كان يحكي توا مولدي وكما أشرت أنت زادا شرط اليقين السياسي اللي يخلي أنه الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تبدأ معناها ممكنة التطبيق هذا هو اللي مازلنا مانيش متأكدينه في ظل احتدام اليوم الصراع والدخول حتى في حالة صدام بين أهم طرفين في هذه الاتفاقية وهم معناها اتحاد العام تونسي لشغل وحكومة السيدة نجلة بودن فبالتالي أنا في اعتقادي هي أول مرة أمك صنافة معناها تعطينا بصيص أمل ومؤشر إيجابي خلى كما قلنا تداعيته بعد دقائق فقد تظهر على البورصات وأسواق المالية الدولية فيما يخص قيمة السندات التونسية هو معلال من جزعيري أنه ما اعتمدش فقط أو البلاغ ما أشارش فقط إلى الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وإنما يشير إلى المحادثات الجارية بين تونس مثلا والسعودية بين تونس وأبوظبي يعني أنه من الممكن أنه تكون عندنا موارد جديدة بخلاف الواحد فاصل تسعة مليار دينار ماذا يعني مليار دولار دولار ماذا يعني ذلك شوف خلينا ساعة نقرأ والتصنيف هذا الجديد أو خلينا نقول التحسين في تصنيف تونس الاعتمالي السيادي عند فيتش رايتنج نحن ديما مزلنا موجودين في الصنف المتعارف عليه اللي تسميه فيتش رايتنج وموديز لأنهم يشتركوا تقريبا في نفس الترميز كنا في السي سي 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 موه سلبي مشينا للسي سي سي توطلعنا للسي سي سي بلوس يعني الإيجابي تقريبا الخطوة القادمة مش تهزنا إلى تصنيف آخر أفضل يعني لحقيقة الخطوة القادمة اللي هي الحصول على الاتفاق النهائي أو على هذه الاتفاقية الثنائية هذا طبعا هذا هذا يعني هو مجرد نقل دولة تونسية من صنف إلى صنف يعني تحسين وضع تونس المالي في السوق المالي الدولي يعني تحسين قابليتها في السوق المالي العالمي للحصول على قروض أو الحصول على لأنه موديز كنترجع للتقرير اللي أصدرته اليوم وكان التقرير الحقيقة فيه أغلبه إيجابي وأشارت حتى الحكاية حتى في الجانب السياسي يا طون جيم نحكي وعليش قول فيتش اللي أنا تقول هل التصنيف هذا جديد بشي يمكن تونس من تعبئة موارد مالية أخرى من مانيحين آخرين أنت أشرت إلى مفاوضات تجريها تونس تقريبا المفاوضات هذه بدأت عندها عندها أشهر ثم مفاوضات اللي هي تقريبا أهم المفاوضات اللي تجريها مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تقريبا 1.8 مليار دولار أمريكي إلى جانب مانحين دوليين آخرين هذا التصنيف هذا بشي ساعة تونس على الحصول على قروض أخرى لكن النقطة السياسية الأهم من هذا تنجيل النقطة السياسية أنه فما مواشرات الحقيقة مهمة في تقرير فيتشرايتك لأنه تقول أن أولا الساعة الناتج يعني انخفاض العجز العام في تونس إلى 5.6% من ناتج المحلي الإجمالي هذا عام 2023 وانخفاض مرة أخرى إلى مستوى 3.8 من البيت منتعنا دونك عام 2024 ذكر العجز في حدود 7.3 وتقول تتوقع أن الموارد الجبائية ترتفع إلى حدود تقريبا من 25 و 26 يال نختم معك وهذه معهود معناها ونعرف ومألوف في تقارير فيتش وموديز وغيرها تقول اللي روى الانتخابات التشريعية المقبلة يمكن أن تحقق المزيد من الاستقرار في نظام رئاسي جديد هذا التقرير هذا والمؤشر هذا والتصنيف هذا يعطي تونس تسهيلات أخرى أو خليني يقول العفو التسهيلات في إلى جنب الحصول على القروض من منحين الدوليين يعطيها زادة ثقة أكثر في الحصول على أول قصة من صدوق النقد الدولي لكن للأسف الحقيقة الحاجة يلا نجم مع المعلمة السلبية أنه قدام المعطيات هذه يرتفع مستوى أو نسبة الفايدة في السوق النقدية من قبل البنك المركزي من 7.25 إلى 7.27 مع انخفاض مستوى الاحتياط من العملة إلى 98 يوم توليد أذين متوقع يلا مع ارتفاع صغيرة تضحهم مؤخرا نظن الأجراء آلية يكون واضح شكرا لك نجي نمر الخبار لبعض وانأكدت رئيسة الحكومة نجلة بدن خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللي بيع عبد الحميد تبايبة اتأكد المحادثات بين الطرفين كانت مثمرة وتم الاتفاق خلالها على تعزيز تبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتقي أكثر تفاصيل في هذا التقرير ليرانيا محرزي تنتهي اليوم زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميدة بيبا إلى تونس التي أدها بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية قيسس عياد زيارة تصدرت خلالها الملفات الاقتصادية والأمنية اللقاء الذي جمع الوفدين الليبي والتونسي حيث أكدت رئيسة الحكومة نجلة بودن خلال لقاء صحفي مشترك بين الطرفين أنه تم عقد جلسة عمل وزارية مشتركة تبحث خلالها الجانبان حول أولويات التعاون في المرحلة القادمة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إنسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمة في المعابر الحدودية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي كانت لنا جلسة عمل وزارية مشتركة تبحثنا خلالها حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إنسيابية السلع والحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة طبعا إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي دعم التعاون الاقتصادي لما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس بمشاريع البنية التحتية في ليبيا منجيتو أعلنت بايبا أن تم الاتفاق على خلص كافة ديون تونسية المتخلدة بذمة ليبيا سواء منها المتعلقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها إضافة إلى الاتفاق على توحيد الإجراءات الديولية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في رسجدير وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين وجهنا لكل الوفد الليبي لتسويت كافة الديون اللي على تونس نحن اليوم الحقيقة في هذا الوقت عندنا 56 شركات تونسية تعمل من المقاولات وخصوص المقاولات في ليبيا وهذا الحقيقة شيء جيد يمكن البناء عليه يريد الشركات التونسية المقاولين توانسا لنساهم معنا في بناء الطرق والجسور والمدارس وكل البنية التحتية في ليبيا وفي اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد قيس سعيت على تمسك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي كما تم التشديد على أهمية مواصلة العمل على كافة المستويات بهدف تحسين توظيف الإمكانيات المتوفرة للبلدين كنت نوناه البارح الموضوع هذا لطفي لكن ربما الإضافة في تصريحات الأدباي بيزاد يقول ندين لتونس 250 مليون دولار وبشنسدوها قبل موافقة السنة وأجرى زاد بعض ظهر اليوم زيارة إلى مقر منظمة الأعراف وهناك اتفاق مبدأي على الاستثمار في القطاع الخاص بين البلدين شوف هذه الزيارة أنا هتم تقريبا التحضير لها منذ عدة أشهر نعرف أنه كانت مبرمجة في أبريل ثم معناها تأجلت لأسباب لفيدة فعاد التعرض لها بمعنى أنه عندما يأتي سيدة رئيس حكومة الليبية بعد ستة أشهر من موعد الزيارة ويأتي مصحوب بمحافظة البنك المركزي وبأمين ديوان المحاسبات معنى هذا أننا كنا ننتظر أن يأتي بكشف حساب بصق حول الديون التونسية لدى الدولة الليبية أما أن نأتي ونعلن مرة أخرى عن وعود بضرورة غلق هذا الملف في أقرب الأجال صراحة معناها نتمنى أن يقع تفعيل هذا هذه الوعود نهيك وأن السيد عبد الحميد الدبيبة يعني قيد نفسه بشرط أن التسل هذه ستتم قبل نهاية هذه السنة يعني نتحدث من هنا إلى نهاية هذا الشهر وهو ما نتمنى أن يصير يبقى حتى لا تكون هذه الزيارة أحدية الفائدة أن سيد عبد الحميد الدبيبة دبلوماسيا حقق ما أراده منذ عدة أشهر وهو زيارة تونس ومقابلة الرئيس قيس سعيد سنرى ماذا سيكون معناها المقابل في إتار ما صار يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية قلنا أنه طرفان في حاجة لهذه الزيارة تونس من جانب الاقتصادي والطرف الليبي من جانب الدبلوماسي دبلوماسيا تحققت الغاية يبقى الهدف التونسي سنرى بعد أيام إن كانت هذه الوعود ستفعل أم ستكون كغيرها من الوعود اللي تم بثق عن اللقاءات العربية ككل مولدي حسب رأيك تم فك العزلة الديبلوماسية بعد الحديث الكبير والجدل اللي أثعته تصريحات الدبيبة في لقاءه مع زميننا حمزة بلومي في موزيك لكن هالوعود الكل اللي ثمنها العديد من المتابعين من الخبر اشنو يلزمها بش تكون ملموسة لا بالكل لأنه لي سبب بسيط لا فك لا تم فك العزلة لا علينا لا عليهم لي سبب بسيط رأنا استقبلنا نصف وبالمنطقة السياسية الحالي بواقع ليبيا نصف المنظومة السياسية ليبيا تعرف ثماجيات أخرى وأطراف رخا في بنغازي وفي الشرق إلى غير ذلك ولكن الأهم من هذا يكون في علاقة بالياشار ونطفي مسألة الدبلوماسية الاقتصادية إذا كان اليوم لم يتم التداول في البوتنسيال بتاع إعادة أعمار ليبيا الذي يقدر مبدئين بـ 120 مليار دولار وما شفناش اشنو إمكانياتنا زادة البوتنسيال بتاع النحلة باش نخوض في غيمار هذه السوق إذا كان ما تناقشناش في مسألة أربعة مليار دولار هي التجارة في عبر المسالك الرسمية بين البلدين في أفضل حالات في أفضل سنة 2021 ما وصلتش 1.5 مليار دينار بالدينار التونسي إذا كان ما نتحدفش على حاجة كانت قايمة بين البلدان العربية أنا ذاك أيام العراق أيام صدام حسين لما كان النفط العربي أو النفط العراقي بالأسعار التفاضلية ونحن في أزمة طاقية هنا وبحثنا ليبيا بركة من النفط إذا كان ما وصل ليش نتناقش في المسائل الذية مقابل الأشياء النجم قدموها للأشقاء الليبيين وخاصة مسألة التطبب والاستشفاء اللي الملف بيش يرجع من جديد لابد أن تسترجعوا تونس وهو ملف مهم جدا أعتقد أنه هذه زيارة أعتبرها زيارة نصفية بأتم معاني الكلمة نصفية باعتبار أنه ما فكتش عزلتنا وما فكتش عزلتهم كليا ونصفية لأنها لم تتداول في مثل هذه الملفات ونصفية كذلك لأنها لم تقدم مخرجات على الورق بينة وصريحة وبالمؤشرات اللي نحتاجها نسكن بيش خنشوفوا هنا قراءة نجيز عيري لمخرجات هذه الزيارة الرسمية أحقيقة نقرأ نص الاتفاق اللي تم توقيع عليه بين عالب حمد دبيبة ورئيس الحكومة تونسية في جل اتفاقات قديمة وتم تجديد الإعلان عليها لكن خليني ذكر زيد اللجنة تونسية العليا المشتركة تونسية الليبية اللي ما اجتمعتش تقريبا من منذ حوالي 12 عام ومرة أخرى أو منعرش للمرة قديش يتم الاتفاق أو الاعلان عن تفعيل اللجنة هذه اللي يعني تقريبا في حوزتها عشرات القرارات والاتفاقات اللي ما تمش تنفيذها إلى حد الآن ما نجمس نحكي على الزيارة هذه بدون التعريج على وضعية حكومة عبد الحميد دبيبة في ليبيا الحكومة اللي تحاول انتزاع الشرعية اليوم وتحاول فك العزلة عنها طبعا في زخم الصراع على الشرعية مع حكومة أخرى تم أيضا اللي علان عليها حكومة فتحة بشغة ومحاولة الظهور بمظهر الحاكم الشرعي لكن جاء رئيس الحكومة الليبي مرحبا به نقول وبه أنه الخطوة هذه اقتح رئيس الحكومة الليبي لفك العزلة خلينا نقول العزلة الديبلوماسية السياسية يبقى في الجانب الاقتصادي مش هناك حاجة كبيرة لأنه المعضلة اللي أشار لها لطفي لحد اللي ما تحلتش وهي ديول متخلدة بذمة الدولة الليبية لفائدة المساحات وغيرها وأيضا ما تم الاتفاق عليه على تسهيل حركة العبور وانشاء ما يعرف بالمنطقة الحرة الاقتصادية على الحدود التونسية الليبية القررة دي خليني نذكر اللي راه تم اتخاذها من سنوات وتم الحديث فيها والخوض فيها تقريبا في عديد المرات لكن الوضع الليبي ووضع الحكومة الليبية ما سمحش الوضع الهش طبعا ما سمحش بتفعيل القررة دي أنا أقول أنه ما تم الاتفاق عليه أرجو أن يرى النور أرجو أن يتم تحقيقه عليش أقول أرجو لأنه ما زالت فما شكوك لأنه في حال الاتفاق في مستوى لجنة الخمسة زيت خمسة بجينيف ومخرجاتها تم الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية رئاسية قادمة حكومة دبيبة ستكون في حل من كل الاتفاقتات شكرا لك يلا عندك إذا فالتفي تتضل ولذلك ضم هذا الوفد أمين لجنة المحاسبات الليبية ومحافظ البنك المركزي الليبي يجب أن نقول أن الحكومة الليبية ما عندهش سيولة كبيرة لأنه البرلمان الليبي لم يصادق على ميزانية 2022 ومحافظة ومحافظة والحكومة الليبية حكومة السيدة بيبة تجد صعوبات جمة في توفير أجور الأجراء في ليبيا وبالتالي نتسأل كيف لمن لا يملك أن يعطي هو لا يمكن أن يعطي إلا بمجرد وعود سبقة كما قال ناجي وتم طرحها يبدو أنه الهدف الأكبر من الزيارة فضلا عن بعضها الديبلوماسي هو معنى إذابة الجليد وإطلاق صراح أموال الليبية مجمدة في البنوك التونسية وتحديدا في البنك المركزي هذا ربما أهم ما في الزيارة يعني أنه سيدة بايبا جاء بشياخه ومن لي بشياخذه ربما وقته نجم يخلصك في بعض الديون بما فيها الديون المساحات تم اليوم بدار المحامي الأعلان على تكوين هيئة دفاع عن القضاة المعفيين يقودها كل من العيش الهمامي كامير بن مسعود وعبد رزاق الكيلاني وعدد من العمداء عمداء المحامين السابقين الناطق باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العيش الهمامي أكد أنه الهيئة باشتسعى إلى التنسيق بين المحامين وتحسيس رأي العام بالمظلمة التي تعرض لها 57 قضي وفق تعبيره تكتلنا جماعة اجتمعنا عدد كبير من المحامين اللي ينوبوا في قضايا القضاة المعفيين وقررنا تكوين هيئة الدفاع عن القضاة واستقلال القضاة لتحسيس الرأي العام ولتنسيق الدفاع ولتوثيق القضايا حتى للاتصال بمكونات المجتمع لتحسيسهم بالمأساة هذه ثم هذه دورنا احنا ندافع على استقلال القضاة اذا كان فيما قضاة ارتكب جرأم وهذا ينجم يكون موجود يتحال تبقى الاجراءات القانونية لتسمح له بالدفاع عن نفسه باش حكم ضده يكون عادل وحتى حد ما يطعن فيه اما اذا كان قاضي تعتبر انه غير معناها سوي وارتكب جرأم وتجي تازله بطريقة غير قانونية فانت بالعكس تجعل منه ضحية تمكنه من الدفاع عن نفسه انذكروا مولدي اللي اعضاء الهيئة طلبوا وذكروا بقرار المحكمة الادارية اللي صادر بتعليق تنفيذ قرار العزل في حق عدد كبير من القضاة والابقاء على القرار في حق اعضاء او قضاة اخرين مع العلم نذكر اللي غاب على هذه الندوة العامدة سابق ابراهيم بودربالا طبعا غياب ابراهيم بودربالا معروف لانه اتخذ طريقه السياسية متوه ومترشح للبرلمان القادم فضلا عن كونه كان من مناصري رئيس قيل سعيد خاصة في خطواته الثلاث التي تمرحل بها تدريجين نحو محاولة وضع اليد على القضاء نذكر لما صدر المرسوم المتعلق ببعض صلاحيات وامتيازات المالسل على القضاء سابقا ثم مرسوم لاحق مرسوم محداش الذي عين المجلس على القضاء الوقت مجدد ثم يعني عززه بمرسوم عدل فيه بعض صلاحيات المجلس على القضاء الذي عينه بنفسه لكي يتخذ قرار عزل سبعة وخمسين قادم هذا يعني أنه القضاء في نهاية الأمر بهذه الأدلة لم يعد مستقلا بل أصبح موضوع نزاع أو تنازع وأكبر دليل أنه لما تتحول المحامات إلى جهاز دفاع على القضاء ونعرف تاريخيا المعركة الوظيفية دائما بين المحامات والقضاء القضاء يعتبرون أنفسهم هما أصل العدالة والمحامين دي ما كانت معركتهم حتى في الدستور الفارت خاضوا معركة لكي يستردوا مكانهم باعتبارهم جزء أصيل من منظومة العدالة اليوم أعتبر أن القضاء بهذه الأدلة وهذه الإثباثات وعدم تفعيل قرارات المحكمة الإدارية لم يتعاف بعده وهما يحيلنا إلى مسألة خطيرة جدا تأسيا بما قاله ابن خلدون بأن العدل أساس العمران والظلم مؤذن بخارابه إذا كان بالنسبة لنا منظومة العدالة لا تكون مستقلة تماما بكل أركان ومكوناتها أعتبر أنه ما عملنا حد شيء وما زال القضاء لم يتعاف بعده لطفي الهيئة هذه المتكونة من قرابة أربعين محامي وأيضا كما ذكرت العمداء السابقين للمحامين معداء بودربالا شنو تنجم تعمل للدفاع على القضاء المعافيين وصول الأهداف اللي أعلن عنها في الندوة صحفية قضاء تونسي منذ أحد أشنسنة يعيش في وضعية سيزيفية وهذا اللي يفسر فشل البلاد على جميع المسارات لأنه إذا القضاء لم يتحرر فطبعا لا يمكن لبقية المسارات أن تنجح لماذا أقول أن القضاء يعيش في وضعية سيزيفية عشر سنوات من القضاء البحيري تسهيلا للتسمية في ملفات الإرهاب شفنا أنه تتشكل لجنة من المحامين هيئة الدفاع عن الشهدين وتتولى قيام بدور القضاء في التحقيق في تلك الجرائم لأن القضاء في جوزة كبير منه ما حبش يقوم بدوره تنتهي تلك الفترة ندخل في زمن جديد لكنه نفس الزمن للقضاء اللي بقى يراوح مكانه ونلقى وسادة محامين يدافعون عن القضاء الذي انتقل من دور الجلاد إلى دور الضحية يعني وضعية هي نفسها لأنه كل المنظومات تعاقبت على الحكم فلحداش نسناها دومة ولا منظومة واحدة أرادت أن تترك القضاء لحاله ليصلح نفسه بنفسه بل كانت كلها تتقاتل من أجل وضع اليد على القضاء وعلى الأمن ولذلك كان ديما الصراعات عند تشكيل الحكومات كانت على الانفراد بوزارة الداخلية وبوزارة العدل ليس رغبة في إصلاح الأمن والقضاء والذهاب إلى قضاء وإلى أمن جمهوري بل لتمتين أواصر الحكم ولوضع اليد والسيطرة على البلاد من خلال السيطرة على الجهازين القضاء والأمني ومؤسف جدا أنه بعد 11 كنا نعتقد أنه ستكون كافية لإصلاح المنظومة القضائية والأداء القضاء نلقى والقضاء مرة أخرى ينتقل من دور الجلاد إلى دور الضحية وأنا في اعتقادي حتى المبادرة هذه منتع الأربعين معنا مش يكون عندها تأثير كبير ياسر أنا نمن بحاجة واحدة أنه إصلاح القضاء يأتي من داخل القضاء وليس من خارجه ناجي ما الذي يمنع من تنفيذ قرار المحكمة الإدارية اللي مر عليه أشهر الآن قبل أن أجيبك على السؤال نحب نعمل إشارة في مستوى موقف هيئة المحامين وهذا يعتبر تغيير بنسبة 180 درجة في موقف هيئة المحامين من ملف القضاء المعزولين لأنه وقت زمن العميد السابق الموقف كان واضح الموقف كان مساند مطلقا لموقف الرئيس الجمهورية وكان العميد السابق يعتبر أن القضاء عزلهم يعني يستند إلى مبررات مرة هذه تغير الصورة وبتغير طبعا تركيبة مجلس هيئة المحامين وبتغيير العميد ووجود أسماء بارزة منهم الأستاذ العياشي الهمامي المعروف بدفاعه عن الحقوق والحرية ما فيما هاتشي يمنع الدولة أنها تعتذر على أختها أو تصلح أختها لأنه خلنا رجعوا شوية إلى 2011 وقت اللي تم عزل 82 قاضي ولتجئوا إلى المحكمة الإدارية وأنصفتهم المحكمة الإدارية والدولة أو وزارة العدل رجعت عدد كبير منهم إلى القضاء اللي نحام نرضي البحير وقت اللي كان وزير العدل جزء كبير منهم يوم موجودين في القضاء رجعوا رجعوا يباشروا في معامهم في سلك القضاء لكن فما جزء منهم خير أنه يمشي للمحامات المرة هذه المسألة تبدو معقدة أكثر لأنه المحكمة الإدارية قالت كلمتها لكن فما لغت في الكواليس أنه الأحكام هذه قد لا تجد معناه طريقها للتطبيق ويبدأ أنه فما رفض مطلق ووضح من الدولة من وزارة العدل ومغيرة للإذعان للإذعان نقول إذعان لأنه كلمة إذعان لأن الدولة تذعن للقانون تذعن للتشريع المشكلة أنه الملف في حد ذاته أنا نتوقع وهذا يحسب بعض المعطيات والمؤشرات خاصة التي قدموها للقوضات المعزولين وحتى هيئة الدفاع عنهم تأكد أن الملف سيعرف بعض التعقيد في الأيام المقبلة وقد يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي في القضية فاصل هراجعين مكملين أخبارنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر